دائما ارتباط شخنا هذه الشعيرة العظيمة شعيرة الحج بإقامة ذكر الله بإقامة التوحيد بنفي الشرك الرابط هذه والعلاقة بين التوحيد وبين الحج جاء في الحديث إنما كان الطواف البيت والسعي بين الصفر والمروء والوقوف بعرفة الإقامة ذكر الله عز وجل والتوحيد ولذلك أخي فيصل اليوم ما الذي يرجوه حجاج بيت الله الحرام في هذه البقعة القاحلة المكفرة من الأرض إنما يردون ماذا وجه الله جل وعلا لم يأتوا لطمع في أمر من أمور الدنيا لا لمال يرتجى ولا تجارة تكتسب ولا لمطمع مطامع الدنيا إنما أتوا مخلصين ومحضين مفردين النية والعبادة الله عز وجل ولذلك الحج من الأركان والعبادات العظيمة التي يتقرب بها العبد ربه جل وعلا يتجلى ويسمو فيها ماذا التوحيد وإفراد العبادة الله جل حتى في ملبسه ما خي فيصل لا يتميزون كلهم على لباس واحد وكلهم بلسان واحد لسان تهليل وتكبير وتلبية وتحميد ولذلك كلهم في هذا على قلب رجل واحد في عمل واحد كذلك حتى أعمالهم واحد أخي فيصل يقفون في مكان واحد يرمون في مكان واحد يطوفون في مكان واحد يسعون في مكان واحد كل ذلك سجابة لأمره جل وعلا وإذا قلت قبل قبل كلهم يأتيون هذا لك ماذا قال إبراهيم قال إني أسكرت من ذرية بواد غير ذي زر عند بيتك المحرم فالقدوم إلى مكة غالبا أخي فيصل لا يكون إلا لوجه الله عز وجل لا لي طلب شيء من أمور الدنيا إنما الابتغاء لوجهه جل وعلا وإفرادا للعبادة له جل وعلا واستجابة لدعوة نبينا إبراهيم عليه السلام الذي قال الله عز وجل وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل غامر يأتينا من كل فج عميق فلا شك يا فيصل أن الحج من أسمى العبادات التي يتجلى فيها مبدأ التوحيد وإخلاص النية والمقصد له جل وعلا أيضا الشيخ ماهر تحدث وأكد على ما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم بالأمر بطاعة الله عز وجل وطاعة رسوله وطاعة أولي الأمر أخي فيصل تعرف أن هذا الدين جاء لإصلاح حياة الناس ومعاتهم ومعلوم بأن حياة الناس لا تصلح إلا في اجتماعهم على كلمة واحدة لأن اختلاف الكلمة وتفرق الجماعة يحدث فيهم المفاسد ما الله به عليم فبافتراق الكلمة تذهب الأموال وتزاقيش الأرواح وتضيع الحقوق وتغيب المبادئ والأولويات ولذلك ما ذا قال الله عز وجل وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر والأمر منكم ولذلك لا بد أن يكون المسلم حريصا في أن لا يطيع إلا الله عز وجل أولا وآخرا ثم يتمثل سنته صلى الله عليه وسلم ثم كذلك يطيع من والله الله عز وجل أمره في غير معصية الله عز وجل مبتغم بذلك وجهه جل وعلا اجتماعا للكلمة وحدة للصف وكما أسلفت في فيصل قبل قليل لما كانت خطبة يوم عرفة خطبة عامة ورسائل توجهيها عامة كان يقصد بها النبي صلى الله عليه وسلم أن يوجه رسائلا قبل رحيله أكد على مثل هذه المسائل وهي ضرورة التمسك بالجماعة وضرورة عدم الفرقة وعدم المشاقة ولزوم الجماعة كذلك لما أسلفت قبل قليل أن بالفرقة شر عظيم وبالنزاع يعني الأثر لا يخفى على أحد من عدم اجتماع الكلمة والفرقة وضيع الحقوق وإزهاق الدماء وإذا رح كما أسلفت ولذلك يعني كان مناسبا في هذا المقام الحقيقي في هذه الخطبة المباركة أن يؤكد على مثل هذا الأمر ولا سيب نحن اليوم في زمان أخي فيصل كثرت فيه الشعارات وكثرت فيه الرايات وكثرت فيه اللغط وكثرت فيه الأخذ والرد فما أجمل حقيقة أن يذكر بمثل هذه الوصية في هذا الموقف العظيم ترجمة نانسي قنقر